الحضور الكريم هل كتب على هذه المنطقة بأن تعيش في هذا الصراع للأبد ألم يقنى الوقت للتعامل مع جزر مشكلة الشرق الأوسط ألم يقنى الحين ألم يأتي الحين لنبز الأوهام السياسية بأن الوضع القائم قابل للاستبرار وضع الإجراءات الأحدية والاستيطان وتدنيس المقدسات وخلع الفلسطينيين من بيوتهم وقراهم ومن القدس الشريف إن مصر دفعت ثمنا هائلا من أجل السلام في هذه المنطقة بادرت عندما كان صوت الحرب هو الأعلى وحافظت عليه وحدها عندما كان صوت المزايدات الجوفاء هو الأوحد وبقيت شامخة شامخة الرأسي تقود منطقتها نحو التعاوش السلمي القائم على العدل ترجمة نانسي قنقر